موسيقى حابباً لكم خبرتي في السواقة في الشوارع المصرية في دليل الدكتور أبو حفيظة للسواقة في مصر بدون ألم مبدئياً كده عشان نبقى متفقين أنك تعرف تسوق في البلد دي دي موهبة وقدرة خارقة المفروض تفخر بيها زيها كده زي أنت تقرأش إزاز أو تتكلم من بطنك أو تجر عربية بشعر سدرك عشان بس نبقى متفقين اللي اخترع الشيتيمة ده كان واحد رايح مشوار بالعربية أصلاً فمفيش عليك أي حرك في الشيتيمة وأنت ساي أهم حاجة بس أنك تتأكد أنك قافل الشباك عشان محدش يسمعك وإنت بتشتمه وينزل يدغدغ دماغك بالكوريك لو خبطت حد من وراء يبقى أنت اللي غلطان أما لو حد خبطك من وراء يبقى أنت برضو اللي غلطان يا جماعة كلنا عندنا مشكلة مع الميكروباصات اللي هي بتكسر عليك فجأة عشان تحمل وكلنا عندنا مشكلة مع التوكتوك اللي بيظهر فجأة كيف نهر الطريق بس مؤخراً بقى ظهرت حاجة اسمها التمناية التمناية دي يا جماعة يعني تبعدوا عنها تماماً لأنها زي السلعوة كده هي نتاج تزاوج ما بين الميكروباص بتهوره والتوكتوك بحجمه الصغير لو عربيتك عطلت وانت ولد أسعى جنبك إعلانات كده لأرقام أوناش طوارئ أكلمهم يعني هيجولك يا ما يجوش لو انت بنت بقى هتلاقي تلتمائة عربية وقفة على جنب خمستاشر بيغيروا الفردة وثلاثة وعشرين بيدوقوا الزيت وسبعة واربعين بيزقوا واربعة وستين بينفخوا الكويتش ببقوهم والباقي بيدوقي رقامهم عشان لو عطلت تاني تكلميهم لو لقيت حد بيعدي الشارع فجأة استعد مش ليه استعد لشتمتك لأن انت في كل الأحوال هتتشتم لو ما وقفتش عشان تعديه هيجتمك ولو وقفت عشان تعديه اللي وراك هو اللي هيجتمك لو ماشي ورا تريلة بالليل على طريق سفر ياريب ما دعوتش يتزمر عشان سواق يابيبقى نايم فهيصحى ينسح بيك الأسفل يابيبقى ضرب ترامدول فهينزل يساكب على اللي خلفوك لا سادة سواين التاكسل أبيض ياريتنا بطل لعبة في العداد أرجوكوا كفاية لعبة في العداد يوم القيامة الحصان اللي بيجري في العداد ده هيشهد عليك يا أخي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة